قال هانس هتريك السفير السويدي في الخرطوم إن أكثر من ألفين شاحنة ثقيلة من طراز إسكانيا من الجيل الثالث تم تصنيعها وستصل الخرطوم قريبا وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل البداية في ظل انفتاح تجاري واسع من السودان وسويد وأضافا أن نقلات الثقيلة أصبحت تتوفر لها شبكات من الطرق في السودان أكثر من أي وقت مضى وأشار إلى أن هذه الشاحنات هي الأولى من نوعها التي تعمل في أفريقيا مبينا أن الجيل الأول عمل في مشروعات النفط وتوفير المياه في السودان في حقبة السبعينيات